موسيقى معي اليوم ممثلة صبية برعت بدور رشا بمسلسلو أكيد عم بحكي عن سارة أبي كانعان صباح الخير سارة صباح النور يعني الناس حبوك وفي منهم نكرهوك في منهم نشفقوا عليك يعني مشاعر عديدة تضاربت بقلوب الناس لما شفوك بمسلسل لو صح أنه يمكن دورك منه دور البطول المطلق إنما برعت ونجمت من خلال هيدا الدور سارة رح عييت لك رشا حسيت ايه قلتلون سارة عندي انفسام بالشخصية كل حدا بيسميني اسم حسب الدور اللي عم تلعبي سارة سارة لك من انت وعمرك 11 سنة بتمثلي براسي ديك تسع مسلسلات وفيلم سينمائي واحد خبريني كيف بلشت هالتجربة عن عمر صغير مع العلم إنه حاضرتك ما درستي مسرح ما أسبب شو درستي؟ درست مادة كلاب مع علوم مخبرية وهلا عم كافة صيدلة حلو يعني التمثيل هون واختصاصك هون سارة كيف بلشت هالتجربة عندي؟ بلشت كان عمر 11 سنة ببنت الحي وصارت تكفل كيف بلشت شو صار؟ مع مين اللي تقايت مين طلبك يعني؟ بدنا تفاصيل اليوم كان مرون نجار اللي اكتشفني وهو اللي سألني إذا بحب مثيل والتقفية بالغلط يعني وطلت له وقتها إيه؟ كنت مع أنه كنت صغيرة جوابته بكل سأم نفسي أنه إيه بحب مثيل وبتعرفي وقتها على عمر صغير ما بتعرفي حالك إذا بتحب التمثيل ولا لا ما كنت وعي على الموضوع قلت إيه هيكي بس من ورا هالتجربة اكتشفت قديش عن جد بحب التمثيل وكفت فيه طيب الأهل وين كان دورهم بهالوقت؟ الأهل بهذاك الوقت كان خيفني لأنه بتعرفي أنه تفوت بنتهم على علامة التمثيل من عمر صغير صعبة وقسم مع قسم كبير يعني طبعا استيز مروان نجار منوجه له تحية كبيرة ما أنه عم نحكي عن مسلسل ناس يمكن ما عندهم خبرة ناس محترفين مزبوط بيخافوا بهالعمر ما بنتهم تتشتت أو مثلا تقرر أنه بدأت تترك علمها على الآخر أو أنه تحس أنه خلاص هي الحياة اللي بدأيها نعم رح نحكي بالتفصيل عن دور الأهل لأنه والديك عنده دور كبير من الموضوع لكن رح ناخد واقفة عصيرة يوم نرجع سارة أبي كانعان رح نتابع الحديثة ونحن رجعنا هيك لجزورك شوي لبداياتك وعرفنا كيف بلشته وشو هو كان أول دور تمثيلي أختي شو كان الدور؟ كنت رفيقتها لها بنت الحي اللي بتلعب معها على الإيكس دائما أنت رفقاتك غريبين الأطوار بالمثلثل دائما رفيقت حداً بس هالمرة لو كنت أخد كنت أخد بس باتهام كنت رفيقت البطلي البطلي أيضاً وكمان برعت بمثلثل اتهام وقلت لي صار عندي كاك شخصية مزدوجة لما بتظهر بين الناس بعيتوليك رشة بعيتوليك سحة ولكن ما بعيتوليك سعادة بعيتولي بإسمي زهرة كنت عم تخبريني عن دور الأهل لما قررت أنه تدخلي بمجال التمثيل الأهل بيخافوا دائماً بيخافوا بيحسوا أنه إذا البنت كانت كتير إكسبوز بدون يحوطوها أكتر بس هلأ بعد ما شايفوا أنه كتير خلق على سنة الماضي الميراكس والسنة الأعمال اللي عم بعملها مثل أنه خلص قالوا أنه نحنا رح نقف حدا ونشجعها فهلأ هلن اللي بيشجعوني يعني عن عمر 23 سنة سنة الماضي أخذت ميراكس دور لأفضل ممثلة واعدة عن عدة أدوار لعبتي ديو الغرام 24 ساعة حب اللي هو الفيلم الديني اللي نعمل مع الأب فادي ثابت القناع واليوم لو واتهام شو هالحلو هيدا بهالصور وكمان جمال يعني ما بعرف سارة كيف صار أو كيف تمت تم لقائك وبلشت لي مسلسلة أه اتصلوا فيه من شركة الصباح برجه لهم تحية وقالوا لي أنه فيه دور مخدوم بيلبق ليك إذا أول شي عنديك وقت وإذا بتحب تخدي نبعت لي الناس ريت شوي اجتمعت بالمخرج وبالمنتج وكتير حبيت الناس أول شي الناس كتير حلول لمن لك إن بدنا نواجه تحية أنا وإياك اليوم لندين جابر الصديقة واللي ما عم تقدر تطلع على الهوى لأنه هيك عندها منقول حامل بأول أشهرة من إلا ألف مبروك على نجاح مسلسلة ونواجه لك تحية كتير كتير كبيرة ومن القلب ومن عيدك طبعا بيعيد الفطر السعيد كيف ليه نقيت؟ ليه حبيت الدور؟ لأنه دور بفرجة في كتير بنات بالمجتمع أنه ممكن ينغرموا بأستستون وبذات الوقت يكون في عندهم مشكلة خيانة ويكون أول حب لقلون وياكلوا شاك من بعدها فحلو حلوة البراقة اللي فيه للدور طبعا رشا بالأول كانت كتير مزعجة بالأول نعم بالأول كانت كتير مزعجة قدما كنت لجوجة ولا حقته موافقة نعم كتير نعم ببراقتها بيفهم إنه إنه هي عنجات حبيت لأول مرة من قلبها ومعالك تتصرفت مزبوط ما كنت عالف تتصرف لأنه أول مرة بتحبه لأنه أستاذة واللي أكبر منها بس بعدين القلبة اللي قلبتها كانت حلوة كيف قفت حت أختها مع كل المصاعب وكيف تقبلت الموضوع وبرميت ظهرة ومشيت وهل دور أي شق من الدور بيشبهك سارة؟ هل أول شق ولا التاني؟ بأول شق في بركة شوية البراءة ووقتها حب بحب من قلبي وبتاني شق إنه وقتها أقرر إنه لازم أبرم ظهرة على موضوع معين ومشي بمشي وما بعد بتطلع لورا العقلينية شوية اللي فيه مازبت خلينا نشوف مشهد من لو مازبت 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 بحضة عني انت السبب بي كل شي عم بصير فينا بلاز خليني تفسرلك باديك تفسريلي؟ شو باديك تفسريلي؟ لها انتك شي تفسري؟ أنا كله صار واضح عندي كله طب اوكي بس بلاز وعطي صوتك وعطي صوته؟ من شو خيفانة؟ من الفضيحة؟ إذا خيفانة من الفضيحة لها شو تعمليها من الأول؟ راشا بليز خلس كتا ليك اسمعيني؟ إذا بيصير لشي لها الماما بدي حد كل المسئولية عليك من وقتها ما رجعت من عنديك وعرفت بعلاقتك مع هيدا الواطة وهي مش على بعضها أصلا انت ما بتختلفش يعني راشا انت فهماني غلط أعطيني فرصة أحكي بديك فرصة أتحكي؟ كان معي كلها لوقت حتى تنبهيني وهلا بديك فرصة أتحكي بعد شو؟ بعد ما شفتيني عم تفوت وإظهر معه أنت زاكتين؟ قلتلك تتركيه قلتلك مئة مرة تركيه بس أنا ما كنت قادرة أحكي أكتر من هيك ما خليت طريقة ما خليتك تبعد فيه عنه بس أنتي كنت شايفتي ومش مصدقة أنا كنت خايفة على حالي وخايفة على هيكي كمان بس شو بعمل؟ شو فينا أعمل أكتر من هيك؟ ليه ما جربت تمنعيني بالبوه؟ ليه ما جربت تنبهيني حتى ما أتحلق فيه بهالطريقة؟ ليه؟ شكلك حبيت الموضوع ما هيك؟ حبيت إنه يستفيد من أختيك الصغيرة حتى يرجع لك لو حسيتي إنه حركته حلوي إيه؟ حسيتي قديش مغروم فيه كما هيك؟ أكيد لا أكيد لا وحياتك أنا تركته والله العظيم تركته ما كنت عارف شو كان عم يخطط ولا شو كان ناوي يعمل أنا طلعت بأقفة ركتير قصيرة من بعد شلته من حياتي كلياً ما عد تعرفت عنه شيء ما كنت عارفة إنه عم يخطط لا يرجع لي من خلالك بهالطريقة الوصخة رجع رجع بترجع هيك تفهميني أنا بعتذر بليس سمحيني معقول أنا قبل أن أحدا يستغلك كلمة الأرضي غروري شو نسيتي إنك أختي؟ طب منا دكتور لا عمر ألكم ما فرزونا إياها عم توقع لأنه على فكرة مساعرك واضحة من عيونك يعني منشوف هيكي عجئت مشاعر بعيونك بيها المشهد بالذات اللي كان كتير كتير معبر ما درست تمثيله ولكن اشتغلت على حالك كتير سارا كيف اشتغلت على حالك؟ هل أخدت الكورات أو أنت بينك وبين نفسك؟ أنا بينك وبين نفسي وبحضر كتير فلومي وبجارب أتعلم من كل مشهد كيف عملوا وليش عملوا هيك بقرأ كتير بادي لانجوج بقعد قبل كل دور مع خالته هي طبيبة نفسية فبقعد مع بنجارب نحل ليش فات الكاركتر بها الدبراشن أو ليش عمل هيك وبدروس الدور منيح قبل ما أطلع مسلو بتتتمرني؟ أكيد كتير؟ مش كتير كتير بس بتتمرن لأنه كل دور بده وقته بده تفصلي بده لكه لحاله بده مثل بيكون عندكيها لحاله بديك تعرفي شو هالكاركتر سارا لما بتخلصي من دور معين بيأثر فيك بيأثر على حياتك على نفسيتك يعني هل بتاخد يمكن وقت بتقعد فيه لحالك من بعض المسلسل أو بتحسي أنه تغير شي فيك؟ بعد كل دور بحب أخذ وقت لحالي تقعد لأنه دور كتير بيأخذ منيك بيأخذ كتير منيك إموشنز بيأخذ كتير منيك هالبكري بديك تبكي؟ طاقة؟ طاقة طاقة كلها بتروح في المسلسل فأكيد بدي وقت لحالي أكيد بدي رياحي بعض المسلسل بس أنه ولا مرة تطريت من ورا كاركتر معين أنه ما صاريت معي بحب وقت تمثل خليص دوري أطلع منه إنسى شو صار سارا كيف عم تعيشي نجاحك اليوم؟ يعني عم بتصيري معروف في وجهك صار معروف هل هالشي هيك فيه إشية تغيرت بحياتك الاجتماعية؟ كتير كل ما أظهر لمحال في العالم اللي بدأت تعرفك بدأت تصور معك بدأت تسألك شو راح يصير بأخذ المسلسل عم بعيش نجاحي بكل سنة مبسوطة فيه وبقولها عن جد كتر خير الله بس فيها مثل ميلة إيجابية وميلة سلبية سيف زو حدين مضبوط سيف زو حد شو تاني حد؟ التاني حد إنه ما فيه ما فيه برايفسي يعني مثلا إذا عنديك حفلة مع رفقاتك بديك تنتبهي ما تتصوري هات ما تعمل هات في هيدول الممنوعات وبديك تفهمي بالنهاية لأنه في عالم بتتمتل فيك في عالم ناطرة منك كتير فبتكبر مسؤوليتك بتخافي؟ شوي ما شو؟ إنه ما قتل عقد المسؤولية لأنه هلأ مثلا في عالم بيكتبولي أو ناطرين مني أو في صحفية بيحكوني بيقولولي إنه بليز إنه انتبهي هلأ بديك تنتبهي شو أدوارك بديك تنتبهي كيف تتصرفي بين العالم بديك يعني يعني عم تطلعي شوي شوي سارة وأكيدا عرفته فهون يمكن اختيار الدور هو الأصعب حالياً حالياً، عندك أدوار جديدة؟ نعرض علي ثلاث أشياء لهلأ وعم بدرسهم عم بدرسهم بكل حزافير وانت ما أخلص بلس في شي تصور دجا؟ في شي تصور أنا وعم صور اتهام ولو وكيت عم صور ثالث مسلسل معهم اللي هو عشق النساء عشق النساء أنا في بس ضيفة خاصة مني لعبة دور كبير هو كمفروض ينعرض قبل المسلسلين اللي هلأ عم بيناعرضوا على رمضان بس لأسباب إنتاجية تأجل هيدا المسلسل قبل تاخد الدور فيه الصغير اللي اسمي سارة فيه كمان؟ كرميل الميستاج اللي ورا ما رح تقولينه أكتر من هيك هي مثل مشكلة كل عائلة لبنانية أطع فيه نعم كل عائلة لبنانية في عندك أطع فيه معه وكل شخص رح يحس حاله فيه رح يتعطف كتير معه جبتيننا مشاهد تاني من لو رح نشوفه سوا ونتابع اشتركوا في القناة باعتذر الساس غاس بس طبية نحن مش طالع بينا أكتر من هيك يبدو أنه الورم صار له فترة طويلة مظبوط هي دايماً كان يجعها راسة وكان يدخذ مساكنات كبريت على حالة كتير توصل المرض للمرحلة المتأمنة فيه احتمال تكون الحالة النفسية مع حادثة الوفاة خلت الورم يدعى أكيد بالإضافة لتاريخ عائلتها مع مرض سرطان صح بابا أهل يرحمك معه نفس المرض غايز دارنا منهم بليز هاي بما أنه مصرّة متعمل كيمو ولا تعمل العملية أفضل شي ترجع البيت ليه عندك جاي؟ أنا بترك الخيار للمريض هل يمكن يحكمه شوية وجهة من وقت للتاني؟ شو الطريقة لخفف الوجهة؟ ما رح أعطيه إلا مسكينات أنا برأي أنه مساعدتها نفسي وتعطف معها أهم من كل الأدوية التاليدية سارة بدنا نتمنى لك كل النجاح وبدنا نتمنى لك عيد مبارك أكيد وبدنا نتمنى لك تضلي بهالتقلق وبهالجمال مبين بتاخدي العقل اليوم مرسي كتير أنا بدي أتشكر الفريق اللي عم يشتغل معي من التياب اللي دايماً متابعتنا حنين حشيمة من صباح كيوين ميك أب من شعر توني إبراهيم بدأت تشكرهم كلهم سوا هلأ هني طبعاً عم يعملوا شغل حلو كتير بس أنت حلوة كتير أصلاً موفقة سارة أبي كانعان أهلا وسهلا فيك نرسي لألك مشاهدينا رح نتوقف مع بريك ومن تابع عن تيفي على هيف موسيقى موسيقى موسيقى